كنز كبير من كنوز المهارات اسمه مهارة حل المشاكل اي انسان في الدنيا الطبيعي انه يعدي باوقات فيها بسط والله يقبض ويبسط فاوقات فيها بسط في وفرة وفي خير كتير ولما تيجي تسأله كده ما يقولكش ان انا عندي مشكلة وبيبقى صادق وفي اوقات تانية في قبض في الحياة وربنا قال كده قال يا ايها الانسان انك كادح في الحياة فيها معاناة وتحديات طبيعي والقرآن قال كده وسيدنا النبي كلمنا كتير فما فيش مفاجأة انك كادح وان الى ربك كدحا فملاقيه بقى في قبض في الوقت ده لما الانسان بيواجه مشكلة في حياته اكبر مشكلة جوه مشكلة تبقى صدمته انه ما كانش متوقع ان انا يحصل لي حاجة زي كده ممكن كان بيسمع ان ناس بتسيب اشغالها ناس بتجي لها بعض الامراض حد ابنه عاق جدا بالنسبة له لكن لما حصلت له حصل له حالة من الهزة ازاي انا يحصل لي كده بالذات ده لو كان انسان خير وبيساعد الناس وكأنه متوقع دايما من التأسير في الحياة وكتير قوي ربنا بيسر للناس كتيرا وبيعيشوا في هناء طول عمرهم لكن ساعات ممكن تعدي ببعض المشاكل حالة القزامة ان انا قزمه قدام المشكلة بتيجي بسبب الصدمة من المشكلة فيه تلات حاجات بيخلوا المشكلة تكبر قوي وحيس ان انا صغير قدامها وبالتالي معرفش حلها معرفش اغتنم كنز حل المشكلات اصلا تلاتة سين الاستيلاء والاستمرارية والاستياء ان البني ادم لما تحصل له مشكلة تضلم على كل حياته مع ان المشكلة متحجبة مفيش مشكلة الا وهي متحجمة متحجمة يعني مثلا في صحتي او في فلوسي او في علاقة معينة وبالتالي الانسان لما المشكلة بتستولي عليه بيحس انه صغير قوي ان حياته كلها مضلمة ودي مش بتبقى حقيقة السين التانية وهي الاستمرارية قد يتوقع البعض وده برضو فيه سنة وسواسة شيطان ان المشكلة دي ملهاش حل مفيش مشكلة في الكون ملهاش حل ما نعرفش حتى انت حياتك قبل كده حصل فيها مشاكل كتير وخلصت وديك اهو طلعت من ابتلاء دخلت في نعمة وراها نعمة حصل مشكلة بعد كده ربنا بيقولنا تركبونا طبقا عن طبق فيه احداث في حياة البني ادم بيبقى مرة فوقه شوية تحت طبيعي جدا وبالتالي مفيش استمرارية في اي مشكلة هتنتهي وربنا عز وجل اللي خلاها هيخلق لها الحل سبحانه وتعالى فاستيلاء واستمرارية واستياء ومن الحاجات اللي بتحسن نسنه قزمه قدام المشكلة انه يستقمن نفسه وكأنه يشعر كده ان ربنا ما خلقوش للسعادة وكأنه يشعر ان فيه اضطهاد من اقدار ربنا فنبدأ نسمع كلام كده انا ما بشوفش يوم حلوة في الدنيا انا مش عارف ايه اللي بيحصل فيه ده لدرجة اني مرة سمعت واحد يقول انا مش عارف ربنا عايز مني ايه وكأنه فيه كده انه فيه عطب معين وكأنه فيه حد مستقصدني ودي الحقيقة بيملكها شيطان اليأس اللي بيحاول يلبس الانسان القناع ده عشان يفقد حسن الظن في ربنا سبحانه وتعالى وهنا قبل ما اقولك تعمل ايه عشان تغتنم كنز مهارة حل المشكلات هقولك قال صلى الله عليه وسلم يوم ما اخذ سيدنا عبد الله بن عباسه هو شاب صغير وراكدة على البغلق او على الجمل وقال يا بني اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك خليك دايما فاكر ربنا فدايما تبقى في عنايته احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامة يعني الدنيا لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت الامة على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك واعلم ان النصر مع الصبر محتاج توقف كده وتواجه هو ده الصبر انه بواجه مش الهرب واعلم ان النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب اللي بيخلق الكرب بيخلق الفرج بس عباتي لربنا هو سعي للبحث عن أبواب الفرج واعلم أن مع العسر يسرا كما قال الله طبعا في القرآن إن مع العسر يسرا رفعت الأقلام وجفت الصحف اتكتبت الأقدار خلاص أول ما يحصل لك مشكلة خدرب خطوات وراء بعضك بأنت كده يعني كسبت الكنز النهاردة مهارة حل المشاكل حدد اختار جرب قيم حدد المشكلة واحد ساب شغله الشركة بتصفي فمشت ناس كتير أوه فبقى له ست شهور سبع شهور مش شغال مشكلتك فين؟ في اللحظة دي أنت عايز تشتغل حددها أكتر أنت مش عايز تمدي إيدك فعايز يبقى فيه دخل شوف أنت لما حددت المشكلة أنت عايز يغشي لك دخل دلوقتي أول ما تحدد المشكلة تبدأ تختار قدامي كذا حل وما تاخدش الحل اللي عطار في دماغك هقدم في شركة كانت منافسة لا في حلول تانية هقدم في شركة في وظيفتي اللي أنا كنت بشتغل فيها من نفس المرتب ده طبيعي حقك هقدم في شركة تانية بس في وظيفة أقل وهقبل أن أنا أنزل درجة علشان يجيني دخل أما أنا محدد المشكلة معايش فلوس وأنا عندي عيال بصرف عليهم فهقدم ده اختيار تاني في وظيفة أقل وهتنازل عشان أعرف حل مشكلتي هقدم في تخصص تالت خالص أشبك فيه وأنا أثناء الشغل بدور على حاجة أني أفتخصصي شايف التالت اختيارات دول رميت السيفيات في كل حتة وأول واحدة تجيلك حتى نفسك ماشي في السكة دي وبعدين بقى ييجي الفرج بس أنت حددت واخترتك هذا اختيار فيه كذا بديل مش حاجة واحدة ماسك فيه عشان ممكن ما يكونش الباب ده مفتوح دلوقتي وبعدين بعد ما خدت خطوة وبدأت تتقيم أنا ماشي إزاي وهحل إزاي لو الموضوع ده مش مريح بالنسبة لي قوي وتبدأ خطوة خطوة لغاية ما تنفرج عليك لكن لا تشعر بالقزامة لأنه مفيش مشكلة إلا ومتحجمة مفيش مشكلة إلا وليها حل وهتنتهي مفيش مشكلة معاك إنت فأقدارك من ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيراعي الكل وبيحب الكل سبحانه وتعالى لو عملت الخطوات دي يبقى أنت فزت بمهارة حل المشكلات ترجمة نانسي قنقر